السلام عليكم مرحبا بكم مع بوشارك وزين فيديو جديد وصفة جديدة ان شاء الله اليوم ان شاء الله بريد تشارك معكم طريق ديالي في تحضير لبوشد اللحم و الكباب كيجو هشاش و كيجو بنان واحد طريقة زوينة يكونوا رطبين وما يخدوش بزاف الوقت في زعمام يكونوا شويهم هنا رافقتهم مع واحد سلطة وتقريبا شوية ديال الفواكه و شوية زيتون ان شاء الله سبقوا معي حتى الاخير لفيديو باش تشوفوا كيفاش غدي نصومهم ان شاء الله غدي نحتاجوا لبوشد ديالنا عدنا هنا يا للحم هنا ديال ديال العجل من من الفخد يولي كيجي فتيو كيجي زوين هناك نحاول ان قطعوه ما يكونش ارقيق بزاف مربعات يكونوا شوية متوسطين مغلاد مرقاق على هاد القياس باش ما كيكرموش لينو كيجو مزيان في الطياب كنحاول نقطع هنا هنا الكمية على حسب عدد الافراد ولكن عندكم ديال عوثاني على حسب الاشخاص اللي عندكم كنقطعوهم هاكي كنحاول نقطعوهم مربعات يكونوا مقادين كنحاول نقطعوهم كيف ما قلت لكم هاد اللي بغشت ولا الكباب كيجو هشاش وارطبين طريقة سهلة وتقريبا يعني كندرون مقادر ولا تسبيلة مغربية كنزيدوا على غير شي حاجة باش كتخليهم يجو هشاش ان شاء الله غلي تشاء نشارك معكم في الفيديو من بعد ما قطعت هاد الاطراف ديال الحملي عندي كيكونوا على هاد الشكل ومنين بغيو نشرمو 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 القطب عنديونا كندروا كل شي إلا البصلة هي كنخلي واحدة للأخر مني كنبرون شوي ما نديروش البصلة من اللول حيث كتلق الماء وما كتجزوينه هنا يأخذت واحد الكمية ديال المعدنوس غير المعدنوس بوحده نحاول نقطعها كيرقيق بالسكين نضيفو الحملي عن طرف ديال الحملي عنديو ومن بعد كنزيدوا لي التوابيل التوابيل أنا اللي كنستعمل مع اللي بغوشات واللي كندرهم دائما الكامون بواحد ضروري مهم هنا يكندير تومة بدرة والبصلة بدرة كيب النوم زيان اللي بغوشات كيجو زوينين وكندر تحميرا ولا بابريكا مع القاة كيف ما جيتكم على حسب القياس اللي حملي عندكم هنا هذه التحمرة الحارة تحمرة حلوة وتحمرة الحارة هنا الأعشاب مناسبة هنا في الأعشاب مناسبة عندي الأحباق وياباس والتومة وعندنا البصلة الفلفل حلوة وحمرتها هي يابسة هنا الكامون ثم نضيق الملح والفلفل الاسود ومتعوا يسطلون كامون يجب أن نحضر الحضار و أعطي الان نضع قصب ريابس فلوما من المقادر فلما أكثر بدأت القطع نحن دخل في العطرية نقوم بالجهاد علموض و تصويتها بلابس و أصطرهم نضيف كمية بصلة حمرة هنا قطبان أزينت معهم شوية الفلفلة حمرة وفلفلة خضراء هنا قطبان أزينت معهم شوية خضراء أتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة استعملت عليهم كمية حاليا سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة